السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة الكوت الفضائية استيقظت المملكة العربية السعودية على حزمة من الأوامر الملكية المهمة شملت تغييرات في ولاية العهد وعدلت التركيبة الحكومية وأعفت وعينت شخصيات شابة في مناصب وازنة ولعل الأمر الملكي بتعيين محمد بن نايف وليا للعهد وتعيين وزير الدفاع محمد بن سلمان نجل الملك وليا لولي العهد هو الأكثر أهمية وجذب الأنظار عن أكثر من عشرين أمرا كونه يرتبط بتداول السلطة في العائلة الحاكمة وتأمين الانتقال السلس من قيادة أولاد المؤسس إلى الأحفاد من الأمراء الشباب وتأتي حزمة الأوامر الملكية في ظل عاصفة الحزم التي تقودها الرياض لإعادة الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي إلى أحد القصور الرئاسية في صنعاء أو عدن ولأن الحزم بالحزم يذكر فقد عزم الملك على مكافأة قادة الحزم وهما وزير الداخلية محمد بن نايف ووزير الدفاع محمد بن سلمان وأسند إليهما أمانة قيادة المملكة في ظل المتغيرات التي تعصف بفصول المنطقة من ربيعها في تونس إلى خريفها في الشام وتدرك القيادة الجديدة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من حرب اليمن إلى حرب الخلايا النائمة ومن مواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط إلى تنشيط خطط التنمية في طول البلاد وعرضها كما تدرك القيادة الجديدة أن بيعة دول التحالف الذي وقف مع السعودية في اليمن سيبقى إلى جانبها مع معركة فرض الحل السياسي ووقف الاقتتال الداخلي بين اليمنيين شكرا